بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2 واحد معكم معلمتكم العنود الاعتابين ورحب بأستاذ رغة الإشارة صالح العجان بإذن الله اليوم تسمية الجزيئات تسمية المركبات الجزيئية ثنائية الذرات تسمية الأحماض وكتابة الصيغ المركبات من أسماء المركبات إذن نحن في الباب الخامس في الروابط التساهمية في الدرس الثاني وهو بعنوان تسمية الجزيئات ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ تعلمنا الرابطة التساهمية وما هي الرابطة التساهمية تعرفنا على الرابطة الأحادية وأيضا الروابط المتعددة الثنائية والثلاثية اليوم بإذن الله تسمية الجزيئات الثنائية الذرات أسماء شائعة لبعض المركبات الجزيئية تسمية الأحماض، كتابة الصيغ الكيميائية من أسماء المركبات وكذلك الخلاصة وحل أسئلة التقويم من الفكرة الرئيسية في هذا الدرس تستعمل قواعد محددة في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية الذرات والأحماض الثنائية والأحماض الأكسجينية أهدافنا نترجم الصيغة الجزيئية إلى أسماء المركبات الجزيئية الثنائية الذرات نسمي المحاليل الحمضية مراجعة المفردات أخذنا سابقا الأيون الأكسجيني السالب ما المقصود بالأيون الأكسجيني السالب؟ ما هو؟ ما هو؟ هو أيون يتكون من مجموعة من الذرات وأحد عناصره في الغالب لافلز متحد بذرة أو أكثر من ذرات الأكسجين مفرداتنا الجديدة الحمض الأكسجيني سؤال ما هي القواعد التي تحكم تسمية العائلات؟ جد جدة خال خالة عم عم أبناء عمومة أبناء خوال إذن هناك قواعد في التسمية أيضا هناك قواعد تحكم تسمية الجزيئات إذن في تسمية الجزيئات سنتعرف على تسمية المركبات الثنائية الذرات ثم بعد ذلك يندر اشتحتها أسماء شائعة لمركبات جزيئية لبعض المركبات الجزيئية ثم سننتقل إلى تسمية الأحماض تسمية الأحماض تنقسم إلى قسمين تسمية الأحماض الثنائية وتسمية الأحماض الأكسجينية سنبدأ في تسمية المركبات الثنائية الذرات تسمية المركبات الجزيئية الثنائية الذرات هناك العديد من الأسماء الشائعة للمركبات الجزئية إضافة إلى أسمائها العلمية التي تبين تركيبها فعند كتابة الصيغة الجزئية وتسمية الجزئات نستعمل خطوات شبيهة بتلك التي استخدمت في المركبات الأيونية أولا لنبدأ بالمركبات الجزئية الثنائية الذرات لاحظ أن المركبات الجزئية الثنائية الذرات تتكون من لافل الزين فقط من اسمها ثنائية فهي لافل الزين فقط على سبيل المثال توضح القواعد التالية خطوات تسمية الغاز الـ N2O لاحظ N2O إذن يتكون من نيتروجين وأكسوجين إذن درتان وهو غاز ثاني كسيد ثنائي نيتروجين يستخدم في التخدير اسمه الأكثر شيوعا هو الغاز المضحل إذن هنا مركبات ثنائية الذرات تتكون من لافل الزين فقط فلنركز على هذه العبارة توضح القواعد الآتي خطوات تسمية الغاز N2O أولا يظهر اسم العنصر الثاني في الصيغة الجزئية أولا ويظهر اسم العنصر الأول كاملا N وهو رمز النيتروجين إثنان يسمى العنصر الثاني في الصيغة الجزئية باستخدام جذر الاسم مع إضافة مقطع إيد مثل الأو الأكسوجين سيكون بشكل أو يكتب بأكسيد إذن نضيف له مقطع إيد ثلاثة تستخدم البادئات في التسمية لتحديد عدد الذرات كل عنصر في الصيغة الجزئية يبين الجدول ثلاثة خمسة لديك في الكتاب المدرسي قائمة بالبادئات الأكثر شيوعا ونظرا إلى وجود ذرتين نيتروجين نستخدم بادئة ثنائي إذا وجدت ثلاث ثرات سنكتب ثلاثي أربع ذرات سنكتب رباعي وهكذا إذن انظر معي واحد عدد الذرات سنقول أحادي أو أول مثلا أول أكسيد الكربون أحادي أكسيد الكربون وهكذا ثنائي ثنائي أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون ثلاثة ثلاثي أربع رباعي خمسة خماسي ستة سداسي سبعة سباعي ثمانية ثمانية تسعة تساعي وعشرة عشاري إذن هذه هي البادئات التي سنستخدمها في التسمية ما اسم المركب بيتو أوفايف الذي يستخدم مادة كمادة مجففة تمتص الماء ما هذا مثال لدينا الآن بيتو أوفايف إذن أولا نحدد اسم العنصر الأول بالكامل وهو الفسفور لاحظ معي بي فهو الفسفور العنصر الثاني يضاف له مقطع إيد إذن أكسيد يضاف له مقطع إيد إذن أكسيد عند جمع الإسمين معا سنقول أكسيد الفسفور ولكن لم نستخدم إلى الآن البادئات لاحظ معي لاحظ معي خامس أكسيد ثنائي الفسفور بهذا الترتيب خامس أكسيد ثنائي الفسفور لننتقل الآن إلى مسائل تدربية سمي كل من المركبات الجزئية الثنائية للذرات الآتية سي أو تو تو نبدأ فيها إذن سنقول ثاني ثم بعد ذلك الأكسوجين سنقول نضيف له مقطع إيد أكسيد ثم الكربون يكتب كما هو إذن ثاني أكسيد الكربون خمسة عشر S أو تو S له الكبريت أو هو الأكسوجين تو إثنان إذن سنقول ثاني أكسيد الكبريت لاحظ ثاني أكسيد الكبريت إذن نضيف مقطع إيد نبدأ بالبادئة وهي ثاني ستة عشر N F ثري ثري إذن ثالث F هو الفلور نضيف له مقطع إيد إذن سنقول فلوريد ثم النيتروجين ثلاثي فلوريد النيتروجين احسنتم ثم سؤال أو فقرة سبعة عشر CCl4 4 إذن رباعي CL هو الكلور نضيف له مقطع إيد إذن كلوريد الكربون هو الكربون إذن رباعي كلوريد الكربون رائعي ننتقل الآن إلى أسماء شائعة لبعض المركبات الجزئية أسماء شائعة هل سبق أن شربت أكسيد ثنائي الهيدروجين ما هو؟ هو الماء إذن الإسم الشائع الماء ولكن الإسم العلمي هو أكسيد ثنائي الهيدروجين إذن لدينا إسم شائع ولدينا إسم علمي كذلك NAHCO3 وهو الإسم الشائع لها صود الخبز ولكن الإسم العلمي كربونات الصوديوم الهيدروجينية أيضا NACL وهو ملح الطعام سنقول كلوريد الصوديوم إذن هذه بعض الأسماء الشائعة لبعض المركبات الجزئية بعض المركبات التساهمية تعرف غالبا بإسمها الشائع بدلا من إسمها العلمي مثال الأمونيا NH3 لكن إسمها العلمي ثلاثي هيدريد النيتروجين كذلك المتعارف عليه للـ N2O H4 هو الهيدرازين ولكن إسمه العلمي رباعي هيدريد ثنائي النيتروجين وكذلك الـ NO يسمى بالإسم الشائع أكسيد النيتريك ولكن اسمه العلمي أول أكسيد النيتروجين لأنه لم يكتب هنا رقم بالتالي سيكون الرقم هو واحد معي إذن لدينا هذه هي الأسماء الشائعة هنا الأسماء العلمية فبعض المركبات التساهمية تعرف غالبا بإسمها الشائع أكثر من إسمها العلم ننتقل الآن إلى تسمية الأحماض ما هو الحمض؟ ما هو الحمض؟ يسمى المركب حمضا إذا أنتج أيونات الهيدروجين في المحلول أنتج أيونات الهيدروجين في المحلول بالتالي أسميه حمض مثال HCL ينتج أيونات الهيدروجين الموجبة بالتالي سأقول أنه حمض هناك نوعين من الأحماض أحماض ثنائية وأحماض أكسوجينية ثنائية من إسمها إذن ستكون عبارة عن عنصرين الأحماض الأكسوجينية من اسمها أيضا سنقول أنه لابد من توفر الأكسوجين فيها حتى أسميها حمض أكسوجيني إذن نبدأ في تسمية الأحماض بتسمية الأحماض الثنائية يحتوي الحمض الثنائي على الهيدروجين حتى أسميه حمض وعنصر آخر فقر تسمى الأحماض الثنائية الشائعة ومنها حمض الهيدركلوريك وفق القواعد التالية أولا يستعمل مقطع هيدرو لأنه يوجد فيه عنصر الهيدروجين فسأقول هيدرو في الكلمة الثانية التي تسمت الهيدروجين من المركب تتألف بقية الكلمة من جذر اسم العنصر الثاني مضاف له مقطع إيك مثال الهيدروجين والكلور سأقول الهيدروكلوريك ولكن لابد من إضافة مقطع قبل ما نكتب الهيدركلوريك سنكتب حمض لابد من كتابة مقطع حمض فسأقول حمض الهيدروكلوريك إذن الكلور السالب سيضاف له مقطع إيك الهيدروجين سنقول هيدرو ثم الكلوريك وقبل ما نكتب الاسم بالكامل سنكتب حمض مثال الهيدروكلوريك لاحظ المقاطع واحد حمض اثنان الهيدرو ثلاثة كلور أربعة إيك حمض الهيدركلوريك على الرغم من أن تعبير ثنائي يشير إلى وجود عنصرين فقط إلا أن بعض الأحماض التي تحتوي أكثر من عنصرين تسمى بالطريقة نفسها التي تسمى بها الأحماض الثنائية ما لم تحتوي على صيغة وجود الأكسوجين سأسميه حمض أكسوجيني أحيانا يكون جذر الجزء الثاني للإسم هو جذر الأيون المتعدد الذرات لاحظ معي هذا الأيون المتعدد وهو السيانيد إذا كان هناك حمض ويوجد فيه السيانيد ويسبقه هيدروجين إذن سنقول هو حمض إذن يتألف من الهيدروجين وأيون السيانيد سنتبع نفس الطريقة سنقول حمض لابد أن نبدأ بكلمة حمض حمض الهيدروجين يتحول إلى هيدرو ثم السيانيد نضيف له مقطع إيك فسنقول حمض الهيدرو سيانيك بحرف الكاف إذن حمض هذا واحد الهيدرو سيانيك تمرين أو مساء التدريبية سم كل من الأحماض الآتية مفترضا أن جميعها تذوف الماء لماذا قال تذوف الماء؟ بالتالي ستعطيني أيونات الهيدروجين أحسنتم إذن حتى أسميه حمض لاحظ معي H-I H-Hydro I هو اليود إذن هيدروجين ويود إذن هو حمض إذن سنكتب مقطع حمض أولا ثم الهيدروجين هيدرو ثم اليود نضيف له مقطع إيك فسنقول حمض الهيدرو يوديك حمض الهيدرو يوديك المثال الثاني H-S هيدروجين إذن حمض والS اللي هو الكبريد إذن هو ثنائي إذن سنقول حمض الهيدرو كبريتيك فنضيف له مقطع في الأخير إيك مثال أيضا H-F F في الفلور الهيدروجين هيدرو إذن نضيف مقطعها حمض أولا ثم الهيدرو فلوريك حمض الهيدرو فلوريك كذلك H-P-R بنفس الطريقة حمض الهيدرو بروميك حمض الهيدرو بروميك ننتقل الآن إلى تسمية الأحماض الأكسوجينية ما هو الحمض الأكسوجيني؟ حمض وأكسوجيني إذن هو عبارة عن حمض يتألف من الهيدروجين وأيون أكسوجيني سبق أن أخذناها سابقا الأيون الأكسوجيني السالب عبارة عن أيون عديد الذرات يحتوي على ذرة أو أكثر من ذرات الأكسوجين نتذكره في الدرس الماضي النيتريت النتريت N-O2 سالب واحد النترات N-O3 سالب واحد البيركلورات C-O4 سالب واحد البرومات B-R-O3 سالب واحد الأيودات I-O3 سالب واحد إذن نلاحظ أنها موجودة فيها كلها الأكسوجين لذلك هنا أسميها آيون أكسوجيني لاحظ معي هنا مجموعة الكلور يوجد فيها الأكسوجين كذلك الكربونات الكبريتيت والكبريتات أيضا يوجد فيها الأكسوجين إذن ستنطبق عليها نفس قواعد تسمية الأحماض الأكسوجينية القواعد التالية تشرح طريقة تسمية حمض النيتريك ال-H-NO3 وهو حمض أكسوجيني حمض أكسوجيني أولا تعرف الأيون الأكسوجيني الموجود ما هو هذا الأيون قال لي H-NO3 ال-NO3 هو أيون النترات إذن الكلمة الثانية التي تتألف منها حمض الأكسوجيني تأتي من مصدر الأيون الأكسوجيني ومقطع معها أحيانا تأتي مقطع بير أو هيبو أما إذا انتهى اسم الأيون الأكسوجيني بمقطع آت مثل هنا نترات فيستبدل بمقطع إيك وإذا انتهى اسم الأيون الأكسوجيني بمقطع إيت يستبدل بمقطع أوز بمعنى بمعنى لاحظ معي قبل قليل ال-Nitrate انتهت بمقطع إيت إذن يستبدل بأوز النترات يستبدل بإيك تابع معي يصبح أيون النترات نيتريك لأنه انتهى بآت تكون الكلمة الأولى دائما كلمة خمض فجزي HNO3 المكوم من الهيدروجين وأيون النترات يصبح حمض ال-Nitrate لاحظ هنا لم أقول ال-Hydro لم أقول ال-Hydro مثل الأحماض الثنائية إنما لأنها أحماض أكسوجينية ستتحول مباشرة النترات وهو أيون أكسوجيني NO3 إذن النترات انتهت بآت تتحول إلى إيك أما إذا كان نيتريت انتهت بمقطع إيد تتحول إلى أوز لاحظ معي الكلورات H-C-L-O-3 انتهت بمقطع آت إذن دي استبدل آت بإيك سنقول حمض لابد أن تكتب كلمة حمض قبل أن نبدأ بالكتابة كلها الكلوريك لاحظ الكلور المقطع انتقل معي ولكن استبدلت آت بإيك ثانيا H-C-L-O-2 2 إذن كلوريت نان أكسوجين إذن كلوريت نعود إلى الجدول الذي خذناه سابقا إذن إيد تتحول إلى أوز فسنقول حمض الكلوروز لاحظ معي هنا H-NO-3 3 هي النترات إذن انتهت بمقطع آت آت تتحول إلى إيك فسنقول حمض النيتريك أيضا هنا نيتريت انتهت بمقطع إيت وهو H-NO-2 إذن نستبدل إيت بأوز فسنقول حمض النيتروز أيضا يلخص الجدول الخمسة خمسة الصيغة الجزائية وأسماء بعض المركبات التساهمية لاحظ وجود بعض الأسماء الشائعة للأحماض الثنائية والأحماض الاكسوجينية بالإضافة إلى أسمائها العلمية الماء أكسيد ثنائي الهيدروجين سبقا أخذناه هنا الأمونيا كذلك ثالث هيدريد النيتروجين الهيدرازين الرابع هيدريد ثنائي النيتروجين وهو الـ N2OH4 الحمض هنا HCL حمض الكلور واسمه اسم المركب الجزائي حمض الهيدرو كلوريك مساء التدريبية السم كل من الأحماض الآتي مفترض أن جميعها تذوف الماء HCLO3 إذن هو حمض الكلورات إذن نضيف مقطع إيك حمض الكلوريك HCLO2 الكلوريت إيت مقطع إيت يستبدل بأوز إذن حمض الكلوروز H2SO4 SO4 إذن كبريتات أيون الكبريتات إذن سنقول الحمض الكبريتيك كتابة الصيغة الكيميائية من أسماء المركبات ننتقل الآن إلى كتابة أسماء أو كتابة الصيغة الكيميائية من أسماء المركبات يظهر اسم المركب الجزئي تركيبه عندما نقول حمض النيتريك إذن نقول أنه يتركب من النترات وعنصر الهيدروجين يعد هذا مهم لمعرفة طبيعة المركب الكيميائي فعنده يعطيك إسم أي جزئي ثنائي يبغي أن تعرف كيف تكتب صيغته الجزئي المقاطع المستخدمة في الإسم تشير إلى عدد الذرات وحادي ثنائي ثلاثي في الجزئي تحدد الأرقام السفلية المستخدمة في الصيغة الجزئية كذلك يمكن معرفة الصيغة الجزئية للحمض أيضا من اسم الحمض نفسه من المفيد أن نتذكر أن الأحماض الثنائية تحتوي عن الهيدروجين وعنصر آخر مثل حمض الهيدروكلوريك حمض الهيدروبروميك إذن عنصر الهيدروجين وعنصر آخر مثال أكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الآتية كلوريد الفضة كلوريد الفضة الفضة A-G والكلور C-L أكسيد ثنائي الهيدروجين أكسيد ثنائي الهيدروجين إذن الماء ثلاثي فلوريد الكلور ثلاثي هنا فلوريد الكلور إذن ستكتب الصيغة C-L-F-3 ثلاثي أكسيد ثنائي الفاسفور الفاسفور B ثنائي 2 أكسيد O وثلاثي 3 إذن سأقول B2-O-3 عشاري فلوريد ثنائي الكبريت الكبريت S ثنائي 2 الفلوريد F وعشاري 10 إذن S2-F10 S2-F10 الخلاصة تحتوي أسماء الصيغة الجزائية للمركبات التساهمية على مقاطع للإشارة على عدد الذرات الموجودة في الصيغة الجزائية هذه المقاطع أحدي ثنائي ثلاثي تكون المركبات التي تنتج الهيدروجين في محالي لها حمضية تحتوي الأحماض الثنائية على الهيدروجين وعنصر آخر أما بالنسبة للأحماض الأكسوجينية تحتوي على الهيدروجين وأنيون أكسوجيني التقويم طبق أكتب الصيغة الجزائية للمركبات الآتي حمض الأيوديك حمض الأيوديك HI-O3 ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت S2-O3 أكسيد ثنائي النيتروجين أكسيد ثنائي النيتروجين N2-O حمض الهيدروفلوريك HF أكتب الصيغة الجزائية للمركبات الآتي ثلاثي أكسيد ثنائي النيتروجين نيتروجين N ثنائي 2 أكسوجين O وثلاثي 3 إذن N2-O3 أكسيد النيتروجين لم يذكر أي مقاطع إذن N O حمض الهيدروفلوريك حمض الهيدروفلوريك إذن H CL إلى هنا طلابي نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر